السلام عليكم استاذ إبراهيم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا استاذ إبراهيم بدي عزبك عندي سؤال على سلايد طبعا الـ OTM أنا هون ضعط فيها شوي الـ OTU كنت يعني بعرف أنه بتفوت علي وبتطلع مظبوط وبيعمل هو ممتاز بس اللي ضعط فيه أنه السيجنال اللي بتفوت بتكون فيها يعني كذا مظبوط لا هي ركز معي مش كذا الجريه هاتا المليخ وان فريكوانسي وان وان ويف لينك بس بيك أوكي تبدأ مثلا من صفر لمية أوكي هاي طب الكالارد الكالارد من صفر لواحد من واحد لاتنين من اثنين لتلاتة ومن ثلاثة لأربعة من أربعة لخمسة ومن خمسة لستة ومن ستة لسبعة إلى مية تمام أوكي وصلت يعني نحنا وصلت عليك يعني هوم ما أنا محتاجين نحنا لدي ملتفليكسر قبل أوديو لا لا أنا بأخد الجريه سيجنال كابتس أوكي وبعمل لها ري تايمين أوكي شفتها على الفريكوانسي اللي أنا بديها بالضبط الف خمسمية وخمسين فاصلة واحد بعمل لها ري شييبن بعمل لها وبعمل لها ري جنريتن بعمل لها ري شييبن بضغطها وبعمل لها ري جنريتن بعطيها باور عالي ري تايمين ري شييبن ري جنريتن بدل ما هي تكون وايد بتكون نارو هاي ري شييبن ري تايمين بشفتها على الفريكوانسي اللي أنا بديها ري جنريتن برفع الباور تبعيتها أوكي أنا أقول لك ري جنريتن بتشتغل على تمامية وخمسين والألف تلاتمية وعشرة بخدها الألف تلاتمية وعشرة وبعدين شو بساوي بعمل لها ري شييبن بقللها بعمل لها ري تايمين أول إشي أول إشي ري تايمين ري شيبن ري جنريتن بضغطها تمام وبعدين بشفتها من ألف تلاتمية وعشرة إلى ألف تلاتمية وخمسين وبعدين بعملها فأنا بطلعها بألف خمسين ومسين فاصلة واحد وهكذا الأوت يو اللي بعده بعمل نفس الجري سيجنال الأولى بس داتا مختلفة كفريكوانسي هي نفس الفريكوانسي بس داتا مختلفة بأخذ الداتا بضغطها وبحولها إلى ألف خمسين وخمسين فاصلة اثنين وبعملها ري جنريتر وببعدها وهكذا أوكي شكرا شكرا أستاذ إبراهيم شكرا للمشاهدة